اهلا وسهلا بكم حبايبي طيوفي بحلقة جديدة من الطبخ اليوم نتعلم نطبخ اليقطين مع اللبن واللحمة انا قطعت اليقطينة وجهزتها ممكن تقطعوها بهذا الحجم ممكن تزغرون شوي انا ممكن هلأ زغرون شوي بس يفضل بهاي الاكلة انه يكون اليقطين فيها مقلي بالزيت تبع القلي لان في حال انه طبخناها من دون قلي هي لح تفرط شوي مع اللبن حبات او قطاع اليقطين القرق اول اليقطين اكلة كتير طيبة هي من الاكلات الشعمية كتير كتير طريقتها سهلة وكتير طيبة بتمنى تجربوها هلا انا حضرت اللحمة من قبل مشان ما تاخد معنا وقت هي عبارة عن لحمة مفرومة مع بصل وسمنة وملح وبهار فيكن تستبدلوها ويكون قطيب طبعا اذا بتستعملوا قطع اللحمة الموزات بس انا استعملت اللحمة المفرومة لسرعة العمل لانه هي ما بده وقت طويل حتى تستوي ولا بتحتاج لطنجرة البخار او لبريستو لهيك انا استعملت اللحمة المفرومة انتو اذا معكم وقت وممكن تستعملوا كمان السفانين تبع الدجاج هلا كمية اليقطين تقريبا هنين كليين من اليقطين المقشر من دون القشور تبعه يعني صافي بيحتاجوا كمان لتقريبا كيلو ونص من اللبن وبدنا ثلاث معالق نشا بشان اللبن نفوره لحاله لانه ما بنقدر نحت اللبن نضغري فوق اليخني طبع اللحمة واليقطين فهو لح يفرط بدنا نعمل اول شي يعني نفور اللبن اللحاله مع النشا وشوية ملح وبعدين منضيفه فوق اللحمة واليقطين هلا الا حتى اللبن معي يفرط والطبخ لحنا اول شي بدنا نحركه شايفين هو بيكون هيك مكتل وشقف بدنا نحطه شوي بريقالة حتى مندمجتونه مع المصل طبعه ويصير يعني ناعم مثل الكريمة طبعا هو ممكن يكون فيه بشطة كمان وبيقسات فشعرفين من الاشطاع لانو تشتروا السطر الافضل معتقدوا بالكيلو يكون فيه الاشطاع الويش اذا عندهم اطفال ممكن يكون مياه كوية بمسطوفية فعالفين هلا هيك ترحوا للكتاب هلا لحنا نضيف الملح تقريبا معلقة من الملح معلقة صغيرة ونحرقهم هلا هيك خلصتها من تحضير المرحلة الاولى من اللبن هلا المرحلة التاعنا هي مرحلة تحضير النشا طبعا النشا ما بنقدر نحنا نضيفه داري فا قلما لازم اول شي ندوبه بالماء كمية قليلة بطريقة شوي شوي حتى يصير تقريبا يعني هيك سميك مثل عجينة سميك شوي بعدين ما نضيف قدمع بالنعم كمية قليلة هلا داع بالنشا نضيفه فوق اللبن ومنحرقهم ومنرفعهم على النار لحتى يغلوا منطفية تحتهم أنا طبعا هون حطي ثلاث معالي لهالكمية من اللبن ها فيه هيك بيطلع من دون يعني مع الكبتيل او يعزب بهالطريقة هلا لحضيفه فوق اللبن طبعا هادا الشغل كله على البعريب هلا منحرقهم شوي وهي جهزنا اللبن للغلب هلا فيه ناس ممكن تضيف بيضة او بيضتين لها الكمية بس انا ما افضل البيض لانه بسي اللون اللبن اصفر اول شي وبعدين ممكن يطلع شوي ويزنك هلا بدي اقلي قطاع اللي يقطين او الارع بعد ما يحمى بهالطريقة نبقلي اليوم نطمع بنقلي قطاع البطاطا نضع اللبن على النار ولمشا والملح نضل نحرق لحتى يغلق بهالطريقة لتحضر هلا بدي لكون شغلة هلا انتو ممكن في ناس بيحبو يصفو اللبن. انا بنفس القشاشة وابكتن من السطر للتنجرة بحط القشاشة وبصفيهم اول مرة وتعني مرة. لحتى يندمج النشا تماما مع اللبن. او ازا بتحبوه او على نفس القشاشة مثل ما انا عملت. هلأ بلشت القطع تبع الارق او اليقطين تتحمى يصير بهاللون الدهدي الاشقر الكلو. هلأ ممكن نفسها الطريقة تطبخوها بدون ما تقلو اليقطين الى عامل راجين يلي ما بيقدر يأكل زيت. بس يفضل او اطياط انو تكون مئنية. لان اه وقت نطلخ الاطاها هدول طبع اليقطين اه تغري مع اللحمة واللبن فهنا سيطروا كتير. اما وقت بيينقلوا بهالطريقة بيحافظوا على قوام طبعون. بطيب. بقى انا بنصحفوهم دايما بكلات الراجين يتخدوا ليها على جناب. لانو انا بحب الاكل بهالطريقة. يعني يكون على اصول. احقاطيكم عيار الرز بشكل سريع. لكل كاسة من الرز المنقوم والمخصول. نحتاج لكمشة ياد متل هاي شعيرية. ومع كبيرة من السمنة. هلا انا هون حاطي ثلاث كاسات رز. يعني بدي ثلاث كمشات على مقبض اليال. الشعيرية وثلاث معالي اكبار سمنة. وبدنا معلقتين صغار ملح معهم. والماء لكل كاسة رز بنحط كاستين ماء. انا هون حاطي ثلاث كاسات. يعني بدي ست كاسات ماء من الحنفية بضيفهم بعد ما نقللي لشعيرية. هاي هي طريقة الرز. وهي القلية التانية. شوفوا هاللون ما احلى. هاي هلأ خلصنا قلي. هلأ الهم تاري. نقيمهم. ونخليهم هلأ لحطي يصفوا شوي من جديد. ونبلش بتحضير اللحم. هلأ منحط اللحمة على النار. طبعا انا هي قليطة. بس بضف ماء مشان اسلقها شوي. هلأ بستغلي شي خمس دقايه منضيف منضيف فوقه قطع بيقطين. كمان منخليهم يغلوش عشر دقايه. وبعدين مشو شو بنا نعمل. وهلأ اللبن قرى بيغلي. منضلع منحرك بهالطريقة. وقعد غطوا اللبان اللبان متى ما محط على النار ما بسوي يضغطها. ابدا ابدا لانه لحي يفروط. هلأ اللحمة لازم تغلي شي خمس دقايه. هلأ هي مقلية بس مشان البصل كمان يستوي. واللحمة والبصل ياخدوا بعضهم. لازم نغليها شي خمس دقايه. ومع اللي يقطين متى ما قلت لكم كمان نغليها شي عشر دقايق. او ممكن اللي يقطين ياخد ربع ساعة. هلأ منشوف. على حسب نوع اللي يقطين. هلأ بعد ما غليتها. نحن نضيف اللي يقطين. نقيمو هك بها الطريقة. مشان يصطف الزيت اللي فيه. بعرفتون تقلولي حطوه بمصفاية بس ما في داعي ليكو هو الزيت اللي حالو بيه. مشان ما طلعوا كتير جلي بالاخر. بتعملو بها الطريقة وخلصنا. باقي الكميه. وغطيهم شي ربع ساعة وارجع لكم. هلأ اللي بعد غلاء. واندمجوا منيه مع النشا. كيفوه المنزر. خلص. هلأ لحقيمو عن النار. وحط بدالو الشعيرية لحتى تتقلع. مشان سرعة العمى. شوفوا هي كمية الزيت. الحالة بتصفهم. خالفين. هلأ بنا نشوف اللي اقتمين ازا. هلأ هلأ بعد عشر دقائق شكلو استوى. هلأ بدي دي فوقون اللبان. هلأ لحقيمو اللبان. نشوفوا كل شي عميغلي. هلأ. تماما نخليون شي خمسة دقائق. شوفين هالمنزر ما احلى. شوفوا كل قطع بقطع طعب نليقطين. خليهم يغلون. وبدي ضيف باقي كميات اللبان. هلأ بعد ما حمصنا الشعيرية منيح. نضيف الرز منضيف ست كعسات ماء الى تلت كعسات رز. حطي طللهم معلقتين ملح ولا هغطيهم. وهي الاكل صار جاهز. وهي الرز. شوفوا المنظر اللبان. هلأ بدنا نسكبون بالصحان. وندوق الاكلة الشهية اللي ريحتها كتير كتير. حلو. هذا الرز. يفضل الرز يظل مغطى. اللبان نقعد غطوه. شايفين كيف القطع بتظل محافظة على القوام تبعه. نضيف شوية فلفل السوات فوق الرز. يعطيناكها كتير طيبة. هلأ بدنا ندوق بقى. نديش طيبة هالأكلة. كتير كتير طيبة. نتمنى تجربوها. هلأ بدنا ندوق قطعي طليق طين. سخنة. كتير شعي. ان شاء الله الف سحتين. تفضلوا وتغدوا معي. جربو هالطبخة الشهية. واذا عجب تكون عملولي لايك. ومشاركة مع اصحابكم. واشتركوا بالمنتدى. وفيه بقلب الفيديو استطلاع رأيي يا ريت تجاوبوا على السؤال اللي بيكون محطوط بالفيديو. اشتركوا بجهة صفحتي على الفيسبوك. وبقناتي على اليوتيوب. واهلا وسهلا فيكم. وشكرا لكم. والى اللقاء. اشتركوا في القناة.